أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع رئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض أنشطة الهيئة حيث اطلع مدبولي على نتائج الاجتماعات التي عقدها رئيس الهيئة مع مسؤولي الشركات العالمية البارزة لبحث سبل تنفيذ استثمارات جديدة وكذا التوسع في استثماراتها القائمة بمصر